اشتركوا في القناة 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 المواطن العادي ما بيعافش يحسيبها كويس لكن هو في النهاية احنا بنتكلم على شق تمويلي اللي المواطن بيعمله فيه الشراء من خلال التقصيد ده شق تمويلي زي ما رجل الأعمال بيروح يقترد من البنك عشان يمول عملية الانتاجية ده برضه شق تمويلي هنا يا دكتور انت قصدك انه أقصت في احتياجات أساسية أقصت في حاجات مش رفاهيات لا الفكرة مش أساسي أو طرفيه حتى لايه لكن انا بتكلم على انه فكرة التقصيد فكرة مهمة ليه لان احنا احنا الاقتصاديين معنيين به أمرين مهمين جدا معنيين بتمويل العملية الانتاجية عشان قدر ما ينتج داخل المجتمع من سلع يتزايد وبالتالي ده هيبقى معناه مزيد من توفر السلع مزيد من التوظيف وخدق فرص عمل مزيد من توليد الدخول ده تمويل العملية الانتاجية وفي ذات الوقت عادة بنمول العملية الاستهلاكية من خلال منح تمويلات سواء كان لشركات اللي بتقوم بضعها بمنح هذه التمويلات على السلع أو البنوك ذاتها هي اللي بتمنح التمويلات على السلع ذاتها وبيتم التمويل من خلال البنوك وبالتالي مستي يا دكتور عشان انت تعرف كلام الاقتصاد معقد صعب شو هحاول أبصاد يعني انا دلوقتي اما روح اشتري منتج هو فيه مقرسات كده تقولك ناس مقتنعة بانه لما اشتري بالتقسيط ده هيخلينا اشتري المنتج بأرخص من تمانه وناس تقول لأ انت كده بتدفع فيه اكتر من تمانه هو ما فيش اجابة قطعة على هذا الامر هو العبرة انا بشتري بكام وتكلفة تمويل كام يعني ممكن يكون تكلفة هو عادة تكاليف التمويل في الشراء بالتقسيط عادة بتبقى الاعلى يعني تكلفة التمويل في هذه المسألة بتبقى كبيرة مش قليلة لانه معامل المخاطر بيبقى فيها مرتفع بالمقارنة مع البنوك او الشركات لما بتيك تتمول قطعات الانتاج يعني رجل الاعمال لما يقترد من البنك ممكن يقترد بـ 18% لو بنتكلم اصال فايدة في المتوسط هيك في التمويلات الريتيل او القروض الشخصية او تمويلات السلع اذا كان بقى هذه السلع سيارة او وحدة سكنية او دهب او غيره عادة بيكون تكلفة التمويل اعلى من تكلفة التمويل اللي بحصة عليها رجل الاعمال ليه لانه رجل الاعمال عارف حساباته بالزبط عارف اصال فايدة السائدة بيدخل بيحط شروطه لكن المواطن البسيط لما بيروح يشتري سلعة هو مش عارف السلعة تمانا الاصلي كم وتحملت بعب او تكلفة التمويل كام والاست عليه كام وطريق السداد الاست هو في الغالب ما بيرضاش يحسب تكلفتها كويس وبالتالي عادة بتبقى التكلفة مرتفعة جدا فهو السؤال يشتري كاش ولا يشتري بالتقسيد هفترض بداية انه الكاش معاه لا بنقارن هل الكاش لو انا حط استثمرته او حطيته في البنك افضلي ولا لو حطيته في السلعة افضلي ده معيار المعيار التاني هو سعر السلعة هيزيد في المستقبل ولا هيقل لانه لو سعر السلعة هيزيد بمعدل اعلى من تكلفة التقسيد يبقى اشتري بالتقسيد لو سعر السلعة مش هيزيد قوي او ممكن يقل يبقى الشراء بالتقسيد بقى اكثر ضررا على اللي بيشتري خلينا نقولي القاتي لو انا هشتري عربية العربية تمانها 100 الف جنيه تقديري وتوقعي انه تكتمن العربية بعد سنة هيكون 110 الف لو انا هشتري العربية وحمل عليها عبقت او تكلفة تمويل التكلفة دي بقت 20 في المية يعني اذا الميت الف هيبقوا 120 الف يبقى افضل لانه انتظر مشتريش بالتقسيد واشتري العربية بعد سنة هيبقى تمانها 110 يبقى انا في الحالة دي وفرت 10 تلاف جنيه طيب هناخد مثل عكسي لو انا كان التوقع انه سعر السيارة هيبقى 130 الف بعد سنة وانا هحصل على تقسيد بتكلفة سيئة مثلا 20% بفايدة بسيط يبقى في الحالة دي بعد سنة سعر العربية بالنسبالي او تكلفة العربية بالنسبالي بقت 120 بس هي العربية في السوق بقى 130 وبقى بالتالي الشراء بالتقسيد بفضل انه ما كانش عندي الكاش كان افضل وبالتالي ما نقضيش نقول قرار قاطع او رأي عشان الناس ما تمشيش وراء هذا رأي وهي مغمضة العينين لا احنا نحب الكابسولة دايما السريعة السريعة وفي الحالات دي مفيش والموضوع ده هنا شوية لعوامل كتيرة كتيرة جدا نتوقف عندها لما نيجي نشتري وكمان اخزا في الاعتبار ده ان الشركات اللي بتضغط في التجاه التقسيد وده الحياة ما اكسره في اللاقات الصعبة وبالمناسبة عايز اقف هنا عند النقطة دي الشركات دي كترت في الفترة الاخيرة وبقوا في منتجات ما كانتش بتتقصت قبل كده بقيت بتتقصت عايزين نسمع ليه لكن خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم كمان نسمع رأي دكتور رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمع والتنمية البشرية عن موضوع التقسيد ونرجع نكمل الكلام مع دكتور هشام التقسيد خدمة بتقدمها الشركات عشان تعمل ترويج لمبيعاتها احنا كمشتريين نشتري امتى بالتقسيد لما يكون قيمة التقسيد اقل من 30% من الدخل بتاعنا لان احنا لو زودنا عن كده هنوصل ان قيمة التقسيد دي عبارة عن جيون لما هنزود عن 30% هتأثر على بقيت حريتنا المالية خلال الشهر وممكن لما نلاقي ان قيمة التقسيد قليلة 100 جنيه ولا 200 جنيه نبتدي نشتري حاجات ملهاش لازمة نشتري التقسيد بالتقسيد لما يكون السلعة من احتياجاتنا الاساسية والضرورية نشتري بالتقسيد لما بنكون معنا كاش وعايزين نستخدمه مثلا الكاش ده موجود في البنك فهيطلع علينا فائدة فبالنسبة لنا ان احنا يتحط في البنك لمدة الشهور القادمة افضل من احنا ما نستخدم المبلغ كله ونشتري السلعة احنا نلجأ للقسط لما نبقى عاملين دارة جيدة للميزانية بتاعتنا ماينفعش نلجأ للقسط من غير ما نكون درسين احتياجاتنا الاساسية ونبقى مفرقين ما بين انا ان الاحتياج الاساسي او الضروري هو شيء بيعرف ان انا مقدرش اعيش من غيره ماينفعش اقصد كماليات الكماليات لما بتتقصد بتبقى عبق علي وبالتالي انا ماينفعش اخش في مرحلة من الديون علشان انا عايزة اعمل كماليات انا بخش في الدين ده لان انا فعلا محتاجة السلعة دي واحتياج ضروري غير كده يبقى انا بعمل ادارة غير جيدة وبفقد التوازن المالي في حياتي ولو انا بشتري علشان اسعد وامبسط وحياتي تبقى ايسر بدخولي في الديون انا مش بعمل كده بالعكس الديون بتتوصلني للهموم ومش للهموم بس لما بيحصل سبنتينيس باينج او الشراء العشوائي ممكن نوصل ان احنا يعني نبقى في حالة قضائية مش ما نحبهاش لحد ابدا وبالتالي قبل ما نفكر ان احنا نقصة نبقى عاملين ادارة جيدة كويس قوي لميزانياتنا ونبقى حطين اولويات وعارفين احتياجاتنا الضرورية ونبتدي نتعلم ان احنا بدل ما نبقى مستهلكين من اجل الاستهلاك لا نتعلم ان احنا نوظف اموالنا بطريقة سليمة وكل الفلوس تتحط في موقعها السليم علشان في الاخر ده هيوفر لنا حياة امنة وسعيدة هارجع مع حضراتكم لدكتور هشام ويا دكتور كنا بنتكلم عن انظمة التقصيد المختلفة اللي ظهرت مؤخرا والحاجات اللي ما كانتش بتتقصد بقت بتتقصد وبقينا بنشوف ده وده بيخلي الناس احيانا تشتري حاجات هي مش عايزاها وطبعا في شريحة كبيرة جدا جدا بتشتري اللي محتاجة لانه انظمة التقصيد دي يعني بتساعد ناس كتير وبتمتقز ناس كتير وهي بتتجوز وهي بتجهز حتى في الحياة العادية دلوقتي مع الازمات الاقتصادية الموجودة هل احنا عندنا احصائيات لارقام او لعدد المستخدمين للانظمة التقصيدية الجديدة دي الحقيقة الاولى انه نسبة من يلجؤون للتقصيد بيتزايد ومعاها بيتزايد عدد الشركات او المسوقين اللي بقوا يبيعوا من خلال انظمة التقصيد ايضا هذا الامر بيتزايد الدوافع لهذا ايه من وجهة نظرك الازمات الاقتصادية الازمات الاقتصادية بالنسبة للمواطنين بيجبرهم هذا الامر على ان هو يشتري من خلال التقصيد وبالنسبة للشركات امرين الامر الاول هو المزيد من التسويق او المبيعات والامر التاني الاكثر اهمية وخطورة هو انه فكة البيع بالتقصيد في الحالة دي هو بيستعيد عن الحصول على التمولات من اطراف اخرى يعني هو عادة هو اللي بيبيع عادة هو حلقة وسيطة فهو بياخد بانظمة التقصيد من المنتج وبيبيع بذات انظمة التقصيد للمستحلك ده فيه منهم دلوقتي بيدي بدون فوايد الفتاح الكبير صحيح المسائل اللي كان فيها بعض الضغوط والقواعد الرقابية وانه مفردات مرتب وانه لا يتخطط وده اللي بيرفع من معامل المخاطر يعني البنوك كانت بتتحفز وفيه قواعد بيضعها البنك المركزي فيما تعلق بصقف التمويل كجزء من الدخل عشان كده الشركات بدأت علشان تتحيل على هذا الامر وتزيد من قدر مبيعتها فبدأت تلجأ لمزيد من تقبل المخاطر وبيقدر اجراءات مختلفة اجراءات مختلفة عشان يزيد من قدر مبيعته وبالمناسبة تبتأثير ده على اقتصاد يا دكتر خليه بس اشيل لنقطة هامة للغاية انه بقى في بعض الفترات الربح اللي بيأتي للبائع من انظمة التقسيط بيت اكبر من الربح اللي بيأتي للبائع من السلعة الزاتة بمعنى انه هو ممكن يكون بيأع اكتر يعني لا هو ممكن يكون بيكسب في السلعة 10% وبيكسب من انظمة التقسيط اللي هو تمويل 20% وبالتالي ده بيضاعف مكسبه وهو بيبقى مقبل انه هو يعمل كده علشان يزيد من حجم المبيعات والامر التاني علشان يزيد من هامش الربح بالنسبة له اخزا في الاعتبار انه معامل المخاطر بالنسبة له بيزيد لانه هو بيتحيل على الانظمة اللي بيضاعها البنك المركزي او القطاع المصافي وبالتالي عشان كده زي ما هيك بتشيري انه عدد الشركات بقى يتزيد قدر التسهيلات بقى اعلى بكتير وكمان اقبال المستالكين بقى اكبر في ظل الاعزابات الاقتصادية وبالتالي ده بالنسبة لنا مهم انه يرفع او يشير ليه جرس انظار ليه لانه لما كان القطاع المصافي هو اللي بيتدخل في هذا العمر بشكل كبير والبنك المركزي كمنظم رقيب موجود فكانت المسألة في اطار المتابعة على مستوى لمنظور الاقتصاد ككل ليه لانه احنا مهم انه انظمة التقصيد تتزايد في بعض الفترات وتنخفض في بعض الفترات وانظمة التمويل لقطاعات الانتاج تتزايد في بعض الفترات وتنخفض بمعنى ايه بمعنى اننا القطاع المصافي انه هو الالية الاساسية لتنشيط الاقتصاد بيمول المنتج عشان ينتج وبييمول المستالك عشان يستهلك عشان مهم جدا انه الطرفين يتحلق مع بعض طيب في ظل اتفاع معامل معدل التضخم موجود اتفاع الأسعاد العالية فلما احنا بنستسهل ونزيد من التمويلات للمستهلك فاحنا بنزيد من موجود اتفاع الأسعاد وده خطر على الاقتصاد ككل لانه في هذه الحالة مهما كان البنك المركزي بيرفع سائل الفائدة في ظل انظمة التقسيد فما زالت القوة الشرائية والاستهلكية مستمدة في الاتفاع فده ما بيهديش من موجود التضخم وبالتالي موجود اتفاع الأسعاد بتستمد معان يعني احنا كأفراد بنساعد في مسألة زيادة الأسعاد صحيح بسياستنا الشرائية بالتقسيد كأفراد وكشركات بتلعب في هذا الامر او بتستفيد من هذا الامر انت عارف احنا اقول ما نلاقي عرض اي عروض المصريين نحب العروض جدا واحيانا تغرين العروض لحاجات ما بنبقاش محتاجينها خلينا نشيل لمسألة حدثت بالفعل عام 2007-2008 لسنا بعيدين عن هذا التاريخ تقريبا من التكلم 13-14 سنة الازمة المالية العالمية اللي ضاربة الاقصاد العالمي ككل واللي كان مالك الثقة لها امريكا كان سببها ده كان سببها المورجج او التمويل العقائي اللي تزايد بشدة وهي بقت حلقات تمويلية ليس لها قصص وبالتالي مش بس اثرت على المستعلك او المنتج او القطاع المصافي اثرت على الاقصاد العالمي ككل وبالتالي هذه المسائل ما لم تأخذ بمزيد من التقييم والدراس مش بس بمنظور المواطن او الفرد او المستحل لكن كمان بمنظور المنتج والبايع والتاج وبمنظور المؤسسات التنظيمية والرقابية داخل الاقتصاد مؤكد هيبقى في مشاكل كبيرة اخيرا يا دكتور هشام رجلتت حضرتك للشيرة بالتقصيد اشتري ايه واشتري ازاي للأسر ويعني كمان لأفراد اللي بيتعاملوا لانه كتير نظام التقصيد بيبقى المنقذ الوحيد للموقف طيب هتتفق فيه امرين تحدثت عنهم الضيفة الكريمة بتتحدث فيه مسألة انه رقم واحد ترتيب الاولويات رقم اتنين انه مهم يبقى فيه ثقف للتقصيد يعني مهم كمان قبل ما نتكلم على الشرب التقصيد نتكلم على توزيع منطقي للاستهلاك توزيع منطقي للدخل يعني جزء للمأكل والمشرب جزء للملبس جزء للمسكن جزء للخدمات ودعاية الصحية جزء للتطفيق وما لذلك مهم جدا انه حب الشوبينج وحب التقصيد او الشراء السلع حتى لو اساسية ودونية اصلاح انا بدفع كاش بتواجع بحس بالفلوس لكن طول ما انا ما بدفعش كل الفلوس مرة واحدة ما باخدش بالي طيب خلينا اوضح انه الواجع بيكون اكبر في التقصيد لانه الكاش عادة تكلفته هي تكلفة الفايدة في القطاع المصرفي اللي انا سهلة اضعف لكن تكلفة التقصيد ولو اتأخرت كمان في تزديد الاست بيبقى فيه غربوط مع بعضها في وقت واحد احنا كلنا عندنا ضغوط ممكن يكون في الزوف اللي احنا فيها الدخل بيقل الاعصاد بتزيد كان علي التزامات في وقت الرحاء مستمدة معايا وقد تتزايد وقت الشد وبالتالي ده اللي بيخلق مزيد من المشاكل مش بس بقى الاقتصادية لكن كمان الاجتماعية وده الحقيقة امر بيبقى ضاغط على الاسر على المجتمعات ككل انه بيبقى فيه عيب احنا ما كناش حاسين به اصبح هذا العيب ضاغط علينا فده اسبابه اضراره كبيرة جدا ده قد يؤدي ليه انحراف قد يؤدي ليه فساد قد يؤدي ليه علاقات اسرية متوترة وما الى زك فحزري جدا انه هذه القارات اللي هي في الاساس قارات الاقتصادية مهم جدا انه القارات الاقتصادية تأخذ بمزيد من الهدوء مزيد من التقييم والدراسة المسألة قد تبدو انها سهلة وبسيطة وتكلفتها مش حاسين بيها لكن واقع العمل هي تكلفة كبيرة بس احنا اللي مش عارفين لا بنعطي الوقت الكافي فيه التقييم والدراسة ولا بنتمهل عشان نفكر الى اي مدى القارة اللي انا بأخذه دلوقتي ومتخيل انه سهل قد يكون اضراره كبيرة جدا في المستقبل القريب عظيم احنا نشكر لحضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القارة شكرا جزيلا على وجودك معي تحية شكرا جزيلا